السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي طلاب وطالبات الصف الأول من التعليم التجاري والفندقين أهلا ومرحبا بكم وتكملة الحلقة السابقة الخاصة بالوحدة الثالثة والربعة إن شاء الله وهنكمل مع بعض في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا خلنا الفوكاب بتاعة الوحدتين مع بعض واستخدمنا اتكلمنا إزاي تأدي من الناس باستخدام سواء مفرد أو جامع عادي كله بتأله ويجيب الاسم بعدها إزاي إزاي والرد بتاع قلنا تاني اتكلمنا على طريقة مثلا برضو ممكن أقوله برضو استخدمنا كمان في واتكلمنا في إن احنا بنستخدمه شيء بيحدث الايه الآن ده اللي موجود معنا في الكتاب بتاعنا استخدمنا كلمات الاستفهام إزاي نسأل سؤال بيها اعملنا أسئلة باستخدام الفعال المساعد في المضارع المستمر دلوقتي بقى إن شاء الله إحنا هناخد برضو حاجة جديدة برضو نشوفها برضو مع بعض حاجة موجودة في المنهج بتاعنا إن شاء الله تكملة برضو للحلقة اللي فاتت هنقول هاو ترايت ميمو ايه هي الميمو دي الميمو عبارة عن إيه أمر بسيط بعته أو كتبه رئيس المكتب لواحد من وظفينه طب بيقوله هل بشكل مباشر ولا إيميل لا ده بكتب نوت صغيرة كده يلزق في النوتس بارد اللي شوفناها كمان ويش شخص ده المقصود بيبص على النوتس بارد يشوف اسمه النوتة دي خاصة دي بيقرأ الميمو بتاعته وبينفذ الأمر اللي إيه اللي موجود فيها يبا هي أمر إداري بسيط أمر صغير جوه المكتب شيء داخلي شيء لتنظيم العمل إيه داخلي لتذكرة واحد إن هو ما ينسى الشغله معين حاجة مهمة بفكر بها الناس اللي عندي دي الميمو بتاعتي بسيطة بنكتب فيها من إلى ونشوف الحاجات المطلوبة بتاعتنا والتاريخ بتاعها والعنوان بتاعها وبنختم بكلمة بسيطة مع بعض كده هنشوف الوقت إزاي نكتب المهم بتاعتنا ونشوف مع بعض إيه اللي موجود فيها نقرأ كده إيه اللي مطلوبة على الشاشة بتاعتنا إيه اللي موجود فيها التناب بتاعته سارة طالد منها عشان يبعت إيميل يبعت لشركة بي او اس يبعت أخر أسعار للحواسب الجديدة طيب إحنا الأول عايزين هل بنكتب المهم دي رسالة كده بنفس الشكل ولا إيه لا لا فورمة معينة لا شكل معين أول حاجة بنكتب كلمة يعني من من هنا بقى الشخص المرسل اللي كاتب الميمو لو أنت لحظ ندور كده في كلمة فروم فروم عندي هنا هتلاقي مين فروم مستر سامي يبقى مستر سامي هو المفروض يجي فين في الفراغ ده بعد كلمة إيه فروم فيه كماني تو إلى إلى مين تو هس سكرتري ميس هودا يبقى بنكتب ميس إيه ميس سوري ميس سارة يبقى بنكتب بعد تو ميس سارة ري هنا الموضوع الموضوع بتاعي الموضوع بتاعي هنا بدور بعد صارة كلمة asking here to asking here that want here that الكلام اللي بعدها هنا بلاقي الموضوع بتاعي هنا لو أنت ما فيمتش الموضوع هتلاقي الموضوع في المنطقة دي لو بعد كده فيه عند كلمة إيه date فيه عند كلمة date التاريخ قتب تاريخ كتابة إيه الميمو طب يا مستر لو سمعت ما فيش عند أي تاريخ موجود يبقى بنكتب تاريخ اليوم أو تاريخ كتابة إيه الميمو بتاعتنا تاريخ كتابة الميمو بتاعتنا اللي هو التاريخ اللي انت موجود فيه في اليوم نفسه بالزبط كده طب في حاجة تانية بتكتب نشوف كده آه فيه أبدأ بجوملة هنا واكتب الميمو بتاعتي وإحنا عشان مهذبين هننهي الكلام بتاعنا بكلمة إيه يبقى عندي من المرسل إلى المرسل إليه أو المفروض ينفذ الأمر الموجود الموضوع بتاعي عن إيه date تاريخ كتابة الميمو من فضلك قد الأمر بتاعي هنا في المكان ده وبعدين أختم الكلمة بكلمة إيه تانكس طب نركز تان هنا تمام عرفنا ميس سارة الموضوع تمام وإيه كمان وباقي الموضوع عندنا ها مفيش date يبقى نكتب طاريخ النهاردة وفي الأخير نقول كلمة إيه تانكس طب نشوف كده إيه الكلام اللي عندنا هنا فروم مستر سامي فعلا زي ما احنا قلنا ها two miss Sarah لهي سكرتري 献 يمكن نكتب هنا mister sam as manager عادي أو mister sam بس أو ممكن تقول miss Sarah الوحدة أو miss Sarah the secretary اللي تنصح p os email كتاب forest email شركة by us أو send زي email to be us مفيش مشاكل اللي تنصح هنا التاريخ التاريخ اليوم أو تاريخ كتابتها تماني عشر وعشر وعشرين على حسب التاريخ اللي احنا إيه هنكتبه او تاريخ يوم الكتابة بتاعتها وقتها بدل send them هو بقى بتكلم عن نفسه بتكلم عن ايه عن نفسه حاول them الى ايه to send us the latest prices of the new computers before 20th August تمام كده وهكذا بقى بنكتب التاريخ وناخد بالنا من الحاجات بتاعتنا دي facts الفاكس بتاعنا يختلف عن الايه عن الميمو facts بتاعنا يختلف عن الميمو الفاكس هنا to إلى date وتاريخ from نفس الكلام facts number تاريخ ها الفاكس سرع رقم الفاكس number of pages عدد صفحات الفاكس subject الموضوع بتاع الفاكس dir اسم المرسل اليه dir عزيزي واسم المرسل اليه اللي هو الاسم اللي بعد from هنكتبه بعد دير هنخش في الموضوع على طول بدون اي مقدمات زي المهم بالزبط ها ونختم انا عندي عشان في اسم موجود بعد كلمة ايه بعد كلمة دير في اسم موجود يبقى لازم اقول نشوف اللي جاي اه توقيع والاسم والوظيفة توقيع والاسم الايه والوظيفة ركز معايا اول حاجة عندي ها في الفاكس عندي هيبقى في to تحتها from في دية تاريخ تمام في فاكس number رقم الفاكس بتاعي number of pages عدد صفحات الفاكس والموضوع بتاعنا dir والاسم بتاعي اللي هو بعد from الاسم اللي بعد from هو الكاتب بعد دير اخش في موضوع الفاكس على طول بدون اي مقدمات زي اللي احنا كنا بنطلعه من الليتر او حتى لو بعد كلمة asking too زي الميمو بنكلم في الموضوع على طول I look forward to hearing from you اه اتمنى ان اسمع منك قريبا yours sincerely وبعدين التوقيع وبعدين الاسم وبعدين sales sales manager الوظيفة بتاعتنا الفاكس بتاعنا يختلف عن الميمو انا ببعت الفاكس ازاي او ايه هو الفاكس الفاكس هو رسالة من شركة الى شركة اخرى من شخص لشركة او من شركة لشخص ودي مستند رسمي مستند رسمي ليه؟ هو عبارة عن ورقة مكتوبة رسالة مكتوبة printed مطبوعة تمام؟ وبيوقع عليها المدير بيوقع عليها المدير لعنى ان فاك موجود زي ما احنا شايفين فيه موجود فاك توقيع وبعدين بتتاخد احنا شفنا الصورة بتاعت قلة الفاكس بتتحط في المكنة بتاعت قلة الفاكس ويبدأ يضرب رقم المرسل اليه يبدأ يردرب رقم المرسل اليه مجرد ما يضرب رقم المرسل اليه الجنب التاني على قلة الفاكس هناك بيران فطبعا بيبين ان هو اللي هو فاكس تمام؟ فبيستنى هناك حاجة معينة كده الفاكس على طول بمجرد ما التاني يعمل استقبال او على حسب ما هو مضبط الجهاز بتاعه يبقى ارسال الفاكس في نفس اللحظة في نفس اللحظة اللي هو بيستقبل هناك الفاكس يبدأ ينزل من المرسل تمام؟ ويتطبع في الجانب التاني في نفس التوقيت بمجرد ما ينزل من هنا يطلع في الجانب التاني في نفس التوقيت والورقة بتاعتي انا اللي انا باعتها بتروح طالع من الجانب التاني من قلة الفاكس بتاعتي مطبوع عليها تاريخ ورقم تاريخ الارسال ورقم تليفون المرسل اليه عشان اثبت ان انا ارسلت له الفاكس وفي الجانب التاني هناك بتطلع الورقة برضو بنفس الورقة اللي انا عاملها بس برينتت كلها بيكون مطبوعة زي متصورة كده بالزبط بيكون زي اللي ايه؟ زي المتصورة بالزبط. وبرضه مطبوع عليها تاريخ الارسال بايطلع بقى عندي رقمه بقى العلورقة اللي موجودة عنده هناك. دي الفاكس هنا يبا هي ورقة خطاب رسم مرسل من شركة لشركة من شركة للشخصة او من شخص للشركة وهكذا تمام ودي ورقة رسمية بتتبعت عن طريق آلة الفاكس الفاكس ايه ماشين اللي احنا كنا اتكلمنا عنها من شوية نجي بقى نشوف بعد كده ايه اللي موجود عندنا هنشوف تيست على يونت ثري اند فور تيست صغير كده مع بعض هنبدأ نتكلم عنه ونشوف ايه اللي موجود فيه اول حاجة عندي في هنا هنختار عند اول جملة هنا في عندك اختيار اربع اختيارات ضع الكتب يبقى هنا ناخد بالنا من كلمة ايه ناخد بالنا من نقطة كلمة طب هنا ما ينفعش معاين اقول ايه قد طب قد بطن ماشي طب انت جبت اقول ليه انا جاب اقول عشان كلمة شالف عشان كلمة شالف طب مستر احنا هنحط مثلا اقول ايه بوض دا بوكس اون دا تشير لا اون دا دروور لا اون دا ويندو لا ليه لان انت المكان الاساسي ذو الكتب الارفف على الرف بتاعها يبقى انذا طب انذا طب ايه شالف انذا طب شالف اوكي بعد كده number two is a computer in the office you started your question with is you started your question with is is space a computer in the office يبقى احنا هنا عايزين مين is there there they them اه يبقى احنا هنا is خاصة بالسنجولار المفرد يبقى التلاتة اللي تحت هنا مينفعوش معانا مينفعوش معانا يبقى الاختار بتاع الصحي مين is there هل يوجد هل يوجد is there يبقى هنا verb طبيعي ما يجي في الاول بمعنى هل بمعنى هل يبقى هل يوجد حاسب في المكتب is there a computer in the office number three we sit on we sit on we sit on what tables chairs shelves desks واحد اقول الله مصر احنا بنوعد عالdesk عالdesk اللي في المدرسة لا الdesk ده في المدرسة حاجة وحنا هنا بنقول we sit on ايه chairs we sit on chairs لان الdesk اللي فوق بتاع المكتب اللي انت بتكتب عليه مش الكرسي بتاع المكتب بتاعتك okay we sit on chairs we sit on chairs احنا بنوعد على المقاعد الكراسين مش اتاختها نفسها which machines which machines space وناخد بالنا بعد the space there is a word not which machines not not what aren't aren't or isn't يبقى which machines what are not تماما منفعش aren't working تماما فيه نوت بعد the space منفعش aren't not منفعش ايه aren't not يبقى are not working which machines are not working we put the files in a we put the files in a files حد يفاكر files كنا بنضع files فين زي ما اخدناها قبل كده كان في صورة مصور بتاعتنا shelf filing cabinet table notice اصبحت سهلة كده بتاعتنا دلوقتي we put the files in a filing cabinet filing cabinet are they coming ما فيش هنا space or mister لا ما هو في الاجابة تحت هنا موجودة are they coming no ايبقى انا عاجل اجابة بتاعتي من السؤال الوقت انا قلت no ايه اللي بنعمله بنعمل اكس اتشينج between are and they بنعمل اكس اتشينج between are and they are they coming قلنا ايه no no what انا قلت بين are and they يبقى they لازم تكون موجودة في الاجابة فين بقى كلمة they في الاولى number a they aren't he isn't it isn't they aren't اه بالمناسبة هنا ما بنجيبش اي فعل ومساعد الا لازم يكون موجود فانا عند are they يبقى they aren't ماينفعش is عشان is مش موجودة خالص تماما طب و aren't يا مصر ماتنفعش ليه الاولنية they aren't احنا بقول are they are they يبقى no they aren't اه سهلة لسه متكلمنا عنها من شوية اتليفون افوتوكابيا افاكس ماشين ولا افاكس ها sends faxes الجملة دي اخذناها في الوكاب في الاول خالص ها افاكس ماشين افاكس ماشين نوت افاكس الفاكس هو الورقة التي تبعت نفسها احنا بكلمنا على آلة الفاكس we talk here about the fax machine a fax machine sends faxes they are lunch in a restaurant they are space lunch in the in a restaurant they are هنا اما حب اجيب فعل after verb to be اما حب اجيب فعل after verb to be احنا خدناها النهاردة واخدنا نفس الفعل تقريبا how to add how to add what how to add i-n-g how to add اضيف i-n-g have has having had have has having had يبن قول هنا they are having lunch in a restaurant they are having lunch in a restaurant can you meet five pounds طبعا هنا عايزين معنى هنا خاص يبقى can you cost can you lend can you buy can you spend me five pounds لا هو هنا معنى يستلف او يستعير can you lend me can you lend me can you lend me five pounds تسلفني خمسة جنيه it is احمد زكار يبقى في حاجة عندي هنا it is احمد زكار يبقى لقى بصرف s هنا بالنسبة للناس اللي فكره معنا ابصرف s is for has is possessive does طالما هنا ابصرف s after الناون وفي كلمة اسمي بعدها يبقى دي خاصة بالبصصف طبعا ممكن يا مصر تكون تعريفية لانتوا بصت قدام احمد هتلاقي كلمة it is فما نفعش verb to be subject verb to be او ناون وverbo to be ما نفعش verb to be ناون verb to be لا subject بتاعي it is helping verb dialogue between sara and the technician about the photocabier يبقى احنا هنا بنتكلم عن photocabier بنتكلم عن ايه عن photocabier هنا اوكي نشوف مع بعض كده اه سارة سارة بتقول excuse me سارة excuse me can you help me with the photocabier التكنيشن الفن قال ايه سأل سؤال سارة ردت عليه التكنيشن قال I will come to help you سارة ردت عليه لو انت ملاحز نفس الكلام ده تقريبا التلك جمل دول او الاربع دول احنا خدناهم من شوية can you help me with the ده اللي انا كنت جبتها وجبت space مكان photocabier واتكلمنا عنها بالضبط هنا اوكي can you help me with the photocabier اه ناخد بالنا من هنا هنا question mark زي ما انتو شايفين question mark موجودة وفي هنا question mark بعديها في question mark بعديها هل ينفع ان انا جيب سؤالين ورا بعض يعني سؤال اجواب عليه بسؤال طبعا ما ينفعش في المحادسة بتاعتي اجيب سؤالين ورا بعض انما هنا جات ازاي هنا can you help me with the photocabier it's a kind of request it's a kind of request ده نوع من انواع الطلب نوع من انواع الايه الطلب هنا بتطلب المساعدة can you help me with the photocabier مش شخص مش سؤال بشكل مباشر فعشان كده هنا سأل سؤال على الشيء اللي هي بتطلب المساعدة علشانه اوكي هنا جوبت على السؤال اللي فوق تمام وهنا ردت عليه بالشكل ده فاحنا هنيجي نشوف هنا هنا الشخص ده وعلى فكرة الاول ده موجود في كتاب المدرسة ده موجود في كتاب المدرسة اللي هو المحادسة دي بالزبط يعني موجودة ونركز فيها كويس لان طبعا الحاجات اللي احنا بنقول بسيطة في كتاب المدرسة وبنكبر دماغنا منها لا هي موجودة هنا بنستخدمها طبعا وبنستخدم كتاب المدرسة في اجزاء الامتحان وما فيش حاجة بتخرج من كتاب المدرسة اوكي طب نشوف اول حاجة اول رد عندنا ايه what's wrong with that what's wrong with that اه ايه ايه المشكلة فيها في الفوتوكابير بتاعتك دي ايه المشكلة فيها what's wrong with that يبقى هي هنا تحت صارق لازم تعرض لايه المشكلة هي بتتكلم عن الفوتوكابير يبقى المفروض تقول it لو فيه فعل بشكل مباشر ماشي ما فيش فعل ممكن تستخدم واجب صفة ليها طب احنا اخدنا المدرع المستبري معنا يبقى قالت ايه واجبتنا المدرع البسيط it doesn't work it doesn't work طب انا ممكن اقول it isn't working it isn't ايه working دي صح وده صح معي it doesn't work او it isn't working ما بتشتغلش بشكل ايه كويس اوكي التكنيشن قال يبقى هو الله خلاص انا هيجا وساعدك فطبعا صار شخصية مهذبة فعرشان كده قالت ايه thank you يبقى احنا الاول نقرأ المحادسة بتاعتنا زي ما انا عملت في الاول وشفت ايه المطلوب في كل جزئية عندي وبدأت تستخدم الاجابات من خلال شكل الاسئلة اللي موجودة معنا اوكي what is after fill in the spaces with the weirdest from the list فيه ده المفروض السؤال الرابع مشترت في الامتحان احنا حذفنا القطع عشان بس الوقت بتاعنا تمام ونشوف السؤال ده فيه عندي advertising سبع كلمات موجودين cabinets banking farming drawers ship building waste paper bins waste paper bins دي الكلمات عندي اعرف الاول معاني الكلمات وبعدين ابدأ استخدم هنا advertising الاعلان عاملية الاعلان نفسها cabinets خاصة بالfiling cabinets اللي هي خزائن المنفات banking من اسمها البانك حاجة خاصة بشغل البنوك farming الفلاحة او الزراعة drawers الادراج ship building ship سفن او سفينة building بنائي ببنائي السفن waste paper bins سلات المهملات شوف اول مثال كده is telling everyone about products and services يعني اخبار كل شخص عن المنتجات والخدمات يبقى ده خاص بايه؟ يبقى انا بفق بقول للناس ها بعلن للناس وناخد بالنا هنا هنا الاسباس بتاعي جاي في بداية الجملة الاسباس بتاعي جاي في بداية الايه؟ الجملة يبقى انا لازم لازم ادور على حاجة ادور على حاجة ادور على حاجة ادورة ادورة ادورتايزنج بانكينج فارمينج شيب بلدينج لا احنا هنختار مين؟ هنختار ادورتايزنج هنختار ادورتايزنج 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 نفس الكلمات معنا و ادسك هاز ادسك هاز سم تو كيب ثننس ادسك هاز سم تو كيب ثننس ناخد بالنا جملة بتاعتنا هنا تمام؟ كلمة سم مالها؟ اعز يجب حاجة بعاديها اوكي سم مصت بي فولود باياناون لازم نتبعب هنا باسم موجود في المكان ده طب if it is accountable noun لو اسم معدود يبقى معنى كده must be plural لازم تجي ايه جامع if it is unaccountable noun it's okay طب احنا هنا somewhat ايه اللي موجود عندي فوق بنتكلم عن disk it has some drawers في بعض الاذراج يبقى disk has some drawers to keep things in الدور المكتب في بعض الاذراج عشان نحفظ فيه الاشياء files are kept in filing سهلة قلناها النهارده مرتين قلناها النهارده مرتين الناس اللي صحية معانها هتقول ايه filing what filing cabinets filing ايه cabinets اللي هي خزائن الملفات okay files الملفات تحفظ في خزائن الملفات we throw papers in waste paper in we throw waste paper in بنلقي او بنرمي ها الورق الورق الفضلات يعني الورق القمامة فين بقى طبعا دي موجودة وسهلة واصلا نفس الكلام فوق موجود in waste paper bins in waste paper bins okay number five is looking after people's money lending money اها طالما جيدنا money احنا بنتكلم عن ايه عن ايه banking بنكلم عن banking النظام البنوك اللي هو look after يعتني بفلوس الناس ويقرض النقود okay banking اخر جملة في الاختراض بتاعتنا is producing food is producing food farming اللي هو ايه farming is producing food farming is producing food طالما انتاج الطعام يبقى احنا بنتكلم عن ايه على farming اللي هو الزراعة ها نشوف السؤال من الاسئلة الحلوة الجميلة اللي عندنا هنا السؤال writing سؤال عن الايه عن الwriting writing هنا احنا هنتكلم عن ايه ها your friend اما نجي نتكلم عن البراجراف السؤال اللي عندنا ده سؤال مهم جدا 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 في الاسئلة بتاعتنا في البراجرافات تمام اللي هو السؤال الخاص جدا ومهم في الامتحان بيعتمد على الكتابة بيعتمد عليه كتابة how to write a paragraph بتخش تقرأ البراجراف بتاعنا ممكن يجي بارة عن اسئلة تمام وانت تجاوب عليها عشان تعمل البراجراف كامل او بيدي guarding words كلمات مساعدة استرشادية انك انت تقدر تشتغل ايه بيها فاحنا هنشوف هجيب لي كلمات استرشادية ولا هجيب لي questions and I have to answer وانا اجواب عليها ومن خلال اللي انا شايفه هقدر اكتب البراجراف بتاعي واشوف الكلام هيبقى ازاي نشوف مع بعض talking about huda your friend huda huda secretary اه يبقى احنا شايفين هنا مابين في جاب لكلمتين تمام وجاب لشرطة ميلة مابينهم يبقى huda secretary موجودة عندي works Egyptian company يبقى هعمل مابين huda وsecretary هعمل الكلمتين دول جملة works Egyptian company هعملهم جملة first language Arabic هعمل جملة second language English French هعمل جملة likes job هعمل جملة يبقى مابين كل شرطة ميلة والتانية I have to make a sentence طب بيقول لي هنا huda secretary يبقى هقول ايه ها اه لاحظ بقى هنا انا حاولت عدلت في الكلام بشوية كده يعني يعني ممكن ازود كلام من عندي تمام ممكن ازود اهم حاجة ماخروجش عن الفكرة اللي هو يقصدها هو بتكلم من على مين على huda يبقى my friend huda is a secretary يبقى انا انا عندي huda وsecretary انا جبت my friend huda is a secretary انا كان عندي ايجيبشن قلت ايه she works for an ايجيبشن company she works for هنا يبقى بتشتغل في شركة كزا انما لو قلت works with لازم اجيب اشخاص لازم اجيب ايه اشخاص او اجيب معدات او حاجات هي بتشتغل بها she works with computer بتشتغل بالكمبيوتر she works with احمد شغالة مع احمد اوكي يبقى she works for تعمل لدى an egyptian company شركة مصرية انا عندي first language arabic يبقى here first language is arabic here first language is arabic يبقى لغتها الاولى العربية او العربية لغتها الاولى نشوف الجملة التانية كده انا كان عندي second language second language تمام كان فيه english and french اوكي ايه اللي حصل هنا here second languages are english and french الوقت انتجبت هنا مصر في الاولى here first language is is هنا قلت هنا ايه are ايه الفريق بالاتنين انا كلمت هنا عن لغة واحدة فقط لغير here first language is language is انما هنا قلت ايه languages languages جامع 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 عندي هنا عشان كده قلت ايه are english and french عندي كان عندي likes و job كان عندي likes and job احنا بنكلم عن هدى قلنا ايه she likes her job she likes her job اوكي نشوف بعد كده what comes after your school your school مدرستك الا ده هنا جاب اسئلة what's your school مدرستك ايه where is your school هي فين how do you go to school how do you go to your school بتروح مدرستك ازاي do you like your school بتحبها why ليه why not ليه لا طبعا لازم نحب مدرستنا عشان اللي بتحب شيء اللي بيحب شيء لازم بيقدي فيه كويس و احنا عايزين نتعلم على الاقل عشان نقدر ننهض ببلدنا what's your favorite subject المادة المفضلة لديك how do you enjoy your break ازاي بتستمتع بالفصحة بتاعتك لاحظ كده في الاسئلة ان في اسئلة بكوشن words كلهم معادة السؤال number four yes no question yes no question بص معايا احنا هنجاوب على الاسئلة full answers اجابات كاملة اجابات ايه كاملة even there is no question حتى السؤال بهل يعني مثلا ما قولك do you like fish do you like fish ما تقولش yes I do no I don't no when I tell you when I ask you do you like fish in a paragraph you have to say I like fish ما تقولش yes I like fish لا ما فيش وجود هنا ليس او ايه او نو تقول ايه I like fish طب مش بحب السمك اقول ايه I don't like fish انا لو احب الايه السمك يبقى انتها ما تجواب ليش هنا yes I do no I don't no full answer full ايه answer yes I like fish no I don't ما تقولش بقى no I don't like fish ما تقولش yes ونقولش نو هنا في الحالة دي I like fish I don't like fish I like I don't like تمام ما فيش وجود ليس او ايه او نو هنا طب نشوف شكل الاجابات هيكون هايكون ازاي معنا وهنشوف شكل الاجابات هوا هنحدد وانا هقول شكل السؤال كده لو انت شفت الجملة الاولى بتقول ايه الجملة الاولى بتقول I go to pyramid pyramid commercial school ده السؤال بتاع what's your school يبقى I go to the pyramid commercial school السؤال التاني هي كانت فين where it's in Cairo it's in Cairo بعد كده في I go to school by bus أنا بكلم عن وسيلة I go to school by bus I like my school أنا بحب مدرستي very much لبا because I meet my friends أنا بقبل أصدقائي and teachers ومعلميني my favorite subject is English المادة المفضلة الإنجليزية I like to play with my friends أنا بحب ألعب مع أصدقائي in the break eat my sandwiches وقل sandowchati and drink my juice واشرب العصير بتاعي يبقى انت هنا اتكلمت بشكل عام على مدرستك على حسب الأسئلة الموجودة لو انت حضرتك حبيت تضيف حاجة من الكلام ده على الكلام ده بس لازم يكون من خلال سياق العنوان الموجودة عن مدرسة عن المدرسة وزي ما احنا شفنا لو احنا شفنا هنا أما بقول do you like school أنا دعو حصة في السطرة التالت هنا I like my school ما قلتش yes I do or no I don't قلت I like my school ولما كان فيه why not قلت because I meet my friends and teachers بقابل أصدقائي والمعلمين بتوعي في المدرسة اوكي نشوف ايه اللي بيجي بعد كده fax writing هنتعلم النهاردة طريق كتاب للfax بطريقة تانية بقى هيكون عندي fax مكتوب fax واحنا هنحاول نكتب الفاx بتاعي ركز كده في الكلام الموجود write a fax to write a fax to خد بالك هنا تمام اكتب فاx سئلة to mr. seaman seaman telling him that يبقى ده الموضوع هيجي بعد كده you are sending him your price list انت هتبعط له لازل قيمة الاسعار as requested كما هو مطلوب and you look forward to receiving his first order وبتطلع تستقبل اول طلب منه your name is اسمك انت بقى اللي هو هيجي بعده from is mister واحيد عرفة the sales manager fax number one two three four five six طب يبقى انت السادتك هنا ناخد بقى لهم الفاكس number واسمي والوظيفة بتاعت اللي هي ايه your name is او you are لو ممكن يقول your name is او قل لي you are وبعدين يجيب للاسم والوظيفة وكتب لي بتاعت الفاكس ايه fax number يبقى انا عندي two طب كلمة from اه اللي هو اسمي انا بقى اه your name انا اللي كاتب الفاكس بتاعي انا اللي كاتب الفاكس بتاعي هنا تمام وهنا بقول the date طبعا بنكتب تاريخ اليوم الكتابة الفاكس او التاريخ اليوم اللي انا عايزه طالما ما جربليش احتاريخ محدد اكتب تاريخ اليوم اوكي واقول هنا بقول لي هنا كلمة ايه ها بنقول that asking him telling him want him وفي عند كلمة that يبقى الكلام اللي بعدها ده هو ده الموضوع وهو ده اللي هكتب كمان في بداية موضوع الايه الفاكس نشوف شكل الفاكس كده هيبقى ازاي ادي الصفحة بتاعتي اول حاجة from mister seimon ناخد بالنا هنا from mister seimon والتاريخ عندي 14 10 22 تمام ها يبقى to mister seimon from mister وحيد عرفة from mister وحيد عرفة يبقى to mister seimon زي ما انا قلت راية راية fax to يبقى الاسم بعد to جاي موجود we you are mister وحيد عرفة ده اسمي fax number كان موجود تحت وهكذا هنا number of pages عدى صفحات الفاكس وان ولو واحد او اتنين لازم اكتب عدد صفحات عشان اكد على الشخص اللي قدامي انه هو استلم الفاكس كله او لو في لو انا كتب ثلاث صفحات واستلم صفحة او اتنين يبقى يبقى يطلب مني ارسال الفاكس بشكل تاني مرة تانية عشان يوصل الفاكس بالكامل subject اللي هو price a list الموضوع بيطاعي price list بعد كده هقول دير قلت دير mister simon قلت دير mister simon لان mister simon هنا هو اللي موجود بعد to هو اللي موجود بعد to to mister simon يبقى دير mister simon هنا في الفاكس دخلت في الموضوع على طول ده نفس الكلام اللي احنا شفناه في الفاكس هنا بدل من صيغة احنا حاولناها ان انا اللي بتكلم عني يبقى اي صيغة تيجي عندي هناك في الفاكس وانا بتكلم يبقى الصيغة تيجي الصيغة المتكلم صيغة اللي سبيكر بتاعي بحاول كل حاجة خاصة من بقاي خاصة باي بقاي واي حاجة خاصة بالمخاطب بخلي صيغة المخاطب خاصة بيه زي ما احنا شايفين كده وبكتب الجملة الحلوة بتاعتي اللي هي اللي هي ده جملة انا بزودها من عندي خاتمة اتمنى اسمع منك قريبا بسواء في الفاكس سواء فين في اللتر بعد كده عشان كاتب هنا ايه طو مستر سيمون دير مستر سيمون طو مستر سيمون سيمون ودير مستر السوم في اسم المرسل translucent يبقى و habitats وبعدين توقيع وبعدين الاسم وبعدين الوظيفة موجودة لو سيادتك ركزت هنا في الفاكس في الفاكس بالزبط عندك طو و samples زي الميمو. wait زي الميمو. ملي هو ميمو. اللي عندي هنا اللي هو المين? hooubject اللي هو r, اللي هو ري. اصبح اللي اختلاف عندك فين? number of pages وال fax Number. number of pages وال fax number ده اللي اختلاف في الميمو. يبقى الهيدنك اللي فوق تسعين في المية منها ميمو. او د pot be knowing what it's meemot. او خمسة سبعين في المية منها ميمو. طب الجزء اللي تحت جزء اللي تحت. الفاكسي هنا خالط ما بين الميمو في الهيدنك ال فوق. طو فروم وديت. وسبجكت او ري. اللي في الميمو. تمام? والجزء من بعد دير للاسفل ده خاص بالليتر. الشيء الوحيد اللي بزيد عندنا اللي هو ممكن اسمه والتوقيع. بنكتب في الليتر بتاعنا اسمي بس او التوقيع بس على حسب. تمام? وبعدين من اول دير للاخر. كل ده بادي. ها? لتر زبادي. لتر ايه? بادي. ده بادي او ذا لتر. فروم مستر سيمون. وقلنا خمسة سبعين في المية او تمانين في المية من اللي فوق جزء الوحيد ده. ده خاص بالايه? بالميمو. تمام كده? قريب من الميمو وشكلها. يبقى الفاكس ده خلط من الميمو والليتر عندنا. اوكي? نشوف اي اللي بعد كده? ترجمة. اخر سؤال عندي في الامتحان هو الترجمة. اخر سؤال عندي في الامتحان هو بيكون الايه? الترجمة. وبقولي هنا بترجم كل الجمل اللي عندي للغة العربية. اما نيجي نترجم الجملة بتاعتنا. لازم نقرأ الجملة كلها. تمام? تاني مع بعض كده. اما نيجي نترجم الجملة بتاعتنا. لازم نقرأ الجملة كلها من الاول للاخر. ونشوف ايه المحتوى اللي موجود جوه الجملة. وترجم الكلام اللي انت فهمته. وبعدين تجيب الصغة اللي انت فهمتها لقد ما تيدر. I am sorry to trouble you. but the fax isn't working. I am sorry to trouble you. but the fax isn't working. I am sorry آسف. to trouble you. trouble دي مشكلة او problem او يزعج. آسف لازعاجك. but ولكن the fax isn't working. آلة الفاكس لا تعمل. آسف لازعاجك. آلة الفاكس لا تعمل. الوقت انت عندك جملة انجليزية وجملة عربي. اعكس. يعني عندك جملة عربة وجملة انجليزية. يعني في الحالة دي. الجملة اللي انا عندي ترجمة من انجليزية العربي. هي هي كأنها جملة ترجمة من عربي لانجليزية. باعكس الكلام. وبالشكل ده. يبقى انا معي الجملة مكتوبة عربي انجليزي وانجليزية عربي. sentence number two. the photocopia is flashing. the photocopia is فلاشنج. فوتوكابر احنا قلناها اللي هي ايه? ها? عبرافو. قالت الايه? التصوير. قالت التصوير. ما كان التصوير الورق. اوكي? اس فلاشنج. وفلاشنج يعني ايه? فلاش. فلاش. الكاميرا ما بتعمل فلاش. بتنور وبتطفي كده. يبقى نقول ايه? ها? قالت التصوير طومد. يبقى فيه زيبري هنا. فيه لمبة هنا في قالت التصوير عمال اتنور وبتطفي. يبقى اللي هي كلمة طومد يعني. قالت التصوير يبال في خطأ موجود في آلة التصوير في اللحظة اللي احنا فيها نومبا ثري المدير قابل الزباين أو العملاء في الشركة لهذا منجر هو من المدير أو يقابل المدير العملاء في الشركة يبقى هنا يفضل ان انا ابدأ الجملة بتاعتي بالفعل بتاعي يقابل المدير العملاء في الشركة يقابل المدير العملاء في الشركة ولو قلت المدير يقابل العملاء في الشركة صح ما فيش اي مشكلة خالص تمشي بس احنا بندور على الصيغة الافضل اللي هي نبدأ بالفعل بتاعي يقابل المدير العملاء في الشركة الشركة. ترجم جملة واحدة فقط. يبقى يجيلي هنا جملتين. هترجم واحدة منه فقط لا غير. هل يمكنك مساعدتي مع آلة التصوير? ده سؤال. هل يمكنك مساعدتي في آلة التصوير? نشوف الصغة بتاعتنا كده. ابدأ بقول ايه? can you help me with the photocopia? can you help me with the photocopia? ماكينة التصوير بتاعتنا. can you help me with the photocopia? السكرتيرة يجب ان تكون مهذبة ولطيفة مع العملاء. السكرتيرة يجب ان تكون مهذبة ولطيفة مع العملاء. السكرتيرة يعني ايه? the secretary. يجب ان تكون اه ممكن يكون هافتوه ممكن نصحة قوية وهكذا. مهذبة ولطيفة نشوف الجملة عاملة ازاي? the secretary should be polite and nice to the customers. the secretary should be polite and nice to the customers. احنا كده خلصنا الامتحان ده وشوفناه تمام? وهقول كده شكل الامتحان بتاعي ان شاء الله اخر السنة بيكون شكله ازاي? اوكي? اه شكل الامتحان بتاعي بيكون اول سؤال عندي اول سؤال عندي اللي هو اللي هو choose the correct answer. بيكون عندي نظام عشر جمل وفيهم اربع اختيارات لكل جملة. العشر جمل دول خمسة five structures and five vocab. خمسة grammar وخمسة قواعد. وعند الاختار المتعدد ده باختار جملة واحدة بس يا صحيح عندي. السؤال التاني السؤال التاني. بيكون عبارة عن ايه? عن dialogue. بيكون عبارة عن دارج محادسة. عندي تلات اختيارات تلات فيها تلات فراغات فيها. التلات فراغات اللي عندي دول انا بام لهم. تلات فراغات اللي عندي انا بام لهم. اوكي? وعبارة عن سؤال اجابة اجابة وسأل وهكده على حسب ما انت هيكون موجود عند حضرتك. بعد كده فيه قطعة. القطعة بتاعتي بيكون اه موجود فيها. ستة اسئلة. تمام? فور اربع اسئلة. عبارة عن اه اختيارات. زي السؤال الاولين الخالص. بيجي لك اربع اختيارات فيها. تمام? اربع سئلة باربع اختيارات. تمام? كل جملة. فاربع اختيارات. وفيه سؤالين فيهم. علامات الاستفهام تجيبه من من القطعة. بعد كده. في الانذا سبيس. السؤال الرابع في الانذا سبيس. عندي سبع كلمات. عندي سبع كلمات. سبع. سبع كلمات. تمام? والسبع كلمات عندي ست جمل. بحاول املأ الفراغات من السبع كلمات في الست جمل. السؤال الخامس. لدينا موضعين. هتختار ايه? واحد. وفيه موضوع فيهم. ممكن يكونوا الاتنين. وممكن يكون فيهم واحد ازا ما احنا شفنا النهاردة. السؤال الاخير عند حضرتك ترجمة. عندي ثري سنتنسز. ترانسلات انتو عربيك سوري. ترانسلات انتو عربيك. عندي ثلاث جمل. ترانسلات انتو انجليش. وعندي هتجاو واحدة تترجم واحدة العربي من جملتين. جملتين عربي تترجمون ايه? واحدة كده. يبقى احنا كده خلصنا شكل الامتحان بتاعنا. وكده بنوصل لنهاية حلقتنا بعد ما شرحنا الوحدة التالتة والربعة. وحلنا الامتحان الخاص بهم. ونلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله. مع قطب امنياتي ومعكم. كان معكم محمد عبد الرحمن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.